كيف حالكم أصدقاء؟ أسعى الله كل أوقاتكم أسبوع ساخن ينتظر الدهب أيضا ينتظر الدولار شون متوقع بالنسبة لسوق الفوريكس تحليل أهم الأزواج تحليل النفط إذا مهتم بتداول فوريكس وأيضا الحصول على أخبار بشكل مباشر أتمنى منك الاشتراك بقناة استثمر عقلك فوريكس على التليجرام رح تشوفها بالوصف هاي نتيجة حسابي خلال آخر 30 يوم تداول بفضل من الله ربح 2758 دولار حصيلة صفقاتنا يلي بتقدر تحصل عليها بشكل مجاني تماما كل يلي عليك صديقي أنك تنضم عن طريق رابط إحالتنا من منصة اكسنس بعدها توسق حسابك حتى يتم إضافتك بشكل مجاني وتودع حتى تبدأ بدل تداول عن طريق الإشارات يلي بنرسل احنا على مجموعة تليجرام الخاصة آخر فيديو أصدقاء عملنا عن الذهب كنا تقريبا بهاي المناطق حكينا راقب الافتتاح خروجنا من منطقة العرضية رح يكون الهدف عنا هو التريند وبالفعل وصلنا إلى التريند وما قدرنا نغلق على مناطق 2335 يلي هي مفتاح الأمان ومفتاح تغير الاتجاه على الفريمات الصغيرة فريم الساعة فريم الأربع ساعات للأسف ما قدرنا نغلق أعلاها وشوفنا هبوط والعودة إلى المنطقة العرضية الرنج العرضي يلي بيمتد من 2350 إلى مناطق 2323 لحنا حاليا أسفل هالمنطقة في حال الكسر للأسف لحنا متوجهين لمنطقة الشراء الأولى أيضا زي ما نشوف هاي القناة على فريم الساعة كسرة للأعلى تقريبا عن المستوى 2365 نحن بيحاجج لأغلاق حتى نحكي عن كسر هالنموزج للأعلى أما الكسر للأسفل رح يستهدف عنا منطقة الشراء القوية يلي بنقدر ندخل فيها صدقات سكالبينج 2280 إلى 2287 هاي منطقة الشراء يلي بدي تركز عليها مع العلم عن ندعم أربع ساعات على منطقة 2313 أيضا رح نراقب رد الفعل منها لكن هدف النموزج في حال الكسر ممكن يكون هدف أسبوعي هو منطقة 2280 إلى منطقة 2288 إذا مشوف الدهب على فريم الأسبوع عنا دعم أول تريند صاعد ممكن نلمسه ما منحكي عن التغير في اتجاه الدهب على الفريمات الكبيرة إلا للأسف حتى يغلقنا أسفل الـ 2250 رح نتعامل مع الدهب على أن تريند صاعد اتجاه صاعد طالما لحنا أعلى هالتريند في حال الدهب هبطنا لمناطق 2150 تعتبر مناطق شراء جيد المنطقة تمتد من 2150 إلى مناطق 2222 للأسف هي منطقة كبيرة لكن هاي على الفريم الأسبوعي أي برايس أكشن منطق 2150 يعتبر أمر إيجابي أي أقفال أسبوعي أسفل هاي المنطقة رح ياخدنا لمناطق 2950 وهذا الأمر للأسف ما منتمنى عندنا أخبار جدا مهمة الأسبوع هذا ممكن نحكي أنه هو أسبوع ساخن على الدهب عندنا قرارات المركز الأوروبي اللي متوقع في تخفيض الفائدة وهذا رح يكون إيجابي للدولار أيضاً عندنا بيانات سوق العمل الأمريكي اللي رح نحلله ونحكي عنه أيضاً بقناة الفوريكس أيضاً عندنا مؤشر مديرين مشتريات صناعي الأمريكي رح يكون منتصف الأسبوع إذن عندنا أخبار كفيلة بتحديد وجهة الدولار الدولار أصدقاء إذا ميشوف آخر شمعة سلبية للأسف لحد الآن ما طلعنا ضمن نطاق الشمعة السابقة لحد الآن الشمعة الحالية اللي أقفلت لنا الأسبوع الماضي هي شمعة حيرة وحذر مناطق جداً مهمة مناطق 105.20 ما قدرنا نأقفل أعلاها بإقفالنا علىها رح يتأكد إيجابية الدولار أما بإقفالنا أسفل مناطق تقريباً المية وأربعة ممكن نحكي عن تصحيح عميق يستهدف مناطق 103 وأيضاً 102.40 رح نراقب الدولار رح نراقب الإشارات اللي رح يعطينا إياه وعلى أساسها رح نشتغل على الدهب الحركة اللي لازم تحذر منها عند الافتتاح عند الافتتاح للأسف كان إغلاق الأسبوع الماضي إغلاق سلبي لكن عند الافتتاح أي صعود لمناطق 2335 من ثم العودة بهالشكل هذا وكسر مناطق 2323 أنا مع أول ساعات افتتاح الأسواق ما رح تداول رح أنتظر ممكن الفترة الأوروبية أو الفترة الأمريكية رح نراقب الدهب رح يتعامل بقوة مع مناطق 2313 في حال هبط لمناطق 2313 رح نراقب الدولار رد الفعل أنا بحاجة للهبوط لـ 2313 بعدها الإغلاق على مناطق 2340 حتى أحكي عن حركة إيجابية بالدهب ممكن تحصل أما السيناريو الثاني أصدقاء أن الدهب يهبط بشكل مباشر مناطق 2300 ويتداول بشكل جانبي وهذا الأمر يلي لازم أحذر منه في حال دهب عطاني صعود رح راقب أيضا مناطق 2365 ممكن مع التصحيح إلى مناطق 2330 أدخل صفقة صعود في حال كسر لي الرنج هذا المنطقة العرضية بعدها عاد تصحيح إلى مناطق 2335 رح أدخل أنا صفقة مضاربة لستوبلوز بالتأكيد رح يكون بحسب إدارة رأسمالي ما رح قاطر بأكتر من 1 إلى 2% من رأسمالي مهم جدا تكون حذر بتداولتك صديقي أيضا النفط أنا شايف عليه فرصة شراء جيدة منطقة الدعمي اللي حددناها الأسبوع الماضي متماسكة إلى حد الآن لحنا دخلنا أكتر من صفقة مضاربة على النفط وكان هدفنا هو منطقة السبلايزون منطقة جني الأرباح جنينا الأرباح أول مرة تاني مرة كان عنا صفقتين لحد الآن منطقة السبعة وسبعين إلى الخمسة وسبعين فاصلة ميني بتشكلنا نقطة الدعم أقفل أسفلة للأسف هي إشارة سلبية لكن طالما هو محترم السعر رح ضارب فيها أنا ورح يجني الأرباح عند مناطق الثمانين مهم جدا أيضا تعمل إدارة رأسمالك مهم جدا ستوبلوز يكون صديقك بالنفط لأن النفط حركاته عنيفة وللأسف ممكن تصفر لك حسابك هيك وصلنا لهذه الفيديو أتمنى أن أعجابكم إلى اللقاء فيديو جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر